لحظات هذا العمر في أكنافهم أغلى الشعور وأثمن الأحوال كهف السرور من الأدوار المطلوبة في مواجهة تلكم التحديات الدعاء للذرية والحرص عليهم والدعاء كذلك لمن نتعامل معهم فأنت معلمة أنت مربية أنت أم تدعين لمن تتعاملين مع ابنتك طالبتك إلى آخره ما أجمل أن يرفع أو أن ترفع الواحدة من كل يدها إلى الله فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على التأثير على طالباتها على التأثير على فاطمة على منا على التأثير على الموقف سيكون بعد قليل في المقابلة التي بينك وبين هذه الطالبة التي عندها إشكالات فكرية أو إشكالات سلوكية هذه كلها من القضايا المهمة جدا هذا في حالة المشكلات وفي حالة البناء من باب أولى أن البناء أهم أن نهتم به كما سيأتي معنا بإذن الله فلذلك من يجيب المضطرة إذا دعاه لما نلجأ إلى الله يا جماعي نحن نرى يعني الواحد مننا يمكن إذا ماتت مثلا قال ورحمه الله إذا مرضت قال الله يشفيها طيب في عندنا قضايا أخرى عندنا مشكلات تربوية عندها مشكلات نفسية مرتبطة بانحرافات سلوكية انحرافات فكرية عندها يعني مشروع نريد أننا نبنيها في حتى تتزن نفسيا وتتزن مجتمعيا وتكون عندها زيادة في الإنتاجية وتكون محافظة على قيمها وعلى هويتها كلها تحتاج إلى ماذا؟ يعني عونوا من الله ولذلك إذا لم نستعم بالله نري الله من أنفسنا خيرا نحن أنتن الموجهات القائمات على هذه الفئة نحن قد نخسر شيئا عظيما جدا ولذلك لما يرى الله عزيزا من أنفسنا لجأ إليه في مثل هذا الأمر الله سيعيننا بعون منه بإذنه سبحانه وتعالى من أسرة بدأت بشارات المنا وتسابقت حبا بكل مجال